هذه أفضل دائرة يمكن للشخص الغير محترف صنعها السلام عليكم تم تجهيز هذا الفيديو بجودة تصدير عالية عبر برنامج 3D Max هذه الدائرة مأخوذة صورة طبق الأصل من الواقع أي أنك إن طبقت الدائرة ووصلتها بالضبط كما في الفيديو فإنك ستجد نفس النتيجة الموجودة في الفيديو هذه الدائرة تعمل في كثير تطبيقات وأفضل تطبيق لها صهر المعادن في ثواني معدودة ولكن انتبه للشرح حتى تعلم كيف تقوم بزيادة طاقتها على ترانسستورين موسفيت تصل قدرتها إلى 800 واط وإن أحسنت اختيار نوع المكثفات تصل إلى 1000 واط هل تعلم ماذا يعني 1000 واط؟ يعتبر رقم ممتاز دعونا نبدأ بسم الله سوف نشرح المعلومات التي نعلمها ونذكر الأمور التي لا نعلمها لتطبيق الدائرة لتعمل في تسخين المعادن انتبه لتسخين وليس صهر المعادن يعني لتعمل كطباق حثي على 24 فولت بدون وضع الزينار فإنك تحتاج العناصر التالية ترانسستور موسفيت عدد 2 أو 4 وحديثنا حاليا عن 2 فقط نحن اختبرناه عمليا على هذا الرقم HY3810 ومن نفس السلسلة يوجد الباقي له هذه المواصفات يصل إلى 100 فولت ويتحمل تيار عالي مكثفات البولستر عدد 10 قيمة كل مكثف 470 نانو فارات ربما تسأل لماذا لا نضع مكثف واحد فقط قيمته 4.7 مكروفارات بدلا من 10 مكثفات وله نفس القيمة كلامك صحيح إن وجدت مكثف قيمته 4.7 مكروفارات واستطاعته تصل إلى 2 كيلو واط ضعه لا مشكلة ولكن وجود هذا المكثف بهذه الاستطاعة نادر ولهذا السبب نضع 10 مكثفات للوصول إلى استطاعة 2 كيلو واط أو أكبر بنفس قيمة الفارات نحن نحتاج مكثف له استطاعة كبيرة لأن تيار الرنين الذي سوف يتناه في المكثفات قيمته أعلى من 100 أمبير ويصل إلى 500 أمبير وأعلى من ذلك هل يمكن زيادة عدد المكثفات قليلا أو إن قاصها؟ نعم يمكن فعل ذلك لأن هذه الدائرة تقوم بتغيير تردد رنينها على حسب قيمة المكثف والملف بشكل تلقائي كلما تزيد عدد المكثفات يقل تردد ويزيد سحب الأمبير من المصدر وكلما تزيد عدد لفات الملف أيضا يقل تردد ولكن يقل سحب الأمبير من المصدر ونحتاج مقاومة 470 أوم استطاع ثلاث واط عدد 2 وظيفة هذه المقاومة لتغذية بواب الترانستور المصفد ولكن لماذا ثلاث واط؟ لأنها أثناء التشغيل نحن وجدناها تسخن كثير فإن لم تتحمل سوف تحترق انظر إلى الصورة طريقة توصل المقاومتين ونحتاج دايود عدد 2 حصرا هذا الرقم 1N5408 لأنه متوافق مع نوع المصفد هذا الدايود متوفر في مدخل معظم دوائر التغذية التي تعمل على 220 ضوط وخاصة دوائر شحن البطاريات متوفر بكثرة ونحتاج مقاومة قيمتها 10 كيلو أم عدد 2 4 واط أو نصف واط لا مشكلة وظيفة هذه المقاومة لتفريغ شحن بوابة المصفد بالنسبة للزينار إن كان فولت المصدر 24 فولت فإنك لا تحتاج زينار أما إن كان المصدر أعلى من 24 فولت يجب وضع زينار قيمته 12 فولت استطاعته 3 واط وظيفة الزينار لحماية بوابة المصفد من الفولت العالي عندما لا نضع حمل على الملف الرئيسي يكون تيار الرنين بطاقته العظمى ترتفع قيمة الفولت إلى القيمة القصوى وأيضا يرتفع تيار الرنين إلى القيمة القصوى فإن كان مصدر الفولت مثلا 36 فولت أو 50 فولت سيرتفع فولت الرنين إلى 100 فولت وأكثر وهذا يعني سيرتفع فولت الإشارة الداخل إلى بوابة المصفد إلى مثلا 30 فولت وهكذا ستحترق البوابة ولهذا السبب يتم وضع زينار قيمته 12 فولت لحماية البوابة الزينار يسحب تيار ما فوق الـ 12 فولت عبره إلى السالب ويترك تيار 12 فولت تذهب إلى البوابة بالنسبة لسمك الأسلاك أريدك أن تركز على التالي تيار المصدر قيمته أقل من قيمة تيار الرنين يعني إذا كان تيار السحب من المصدر مثلا 30 أمبير سيكون تيار الرنين أعلى من 100 أمبير الفرق كبير نعم ولكي لا تخسر المئتا أمبير يجب أن تتواجد مئتا أمبير يجب أن تعتني بهذه المنطقة من حيث السمك والتوصيل باللحام لأن فقط في هذه المنطقة يحدث الرنين بين الملف والمكثفات يجب أن يكون سمك سلك الملف كبير أقلها قطر 8 ملي وضروري جدا أن يكون لحام أطراف المكثفات بشكل جيد أريدك أن تعلم كلما كان سمك سلك الملف جيد واللحام جيد ونوع المكثفات جيد سترتفع طاقة الرنين إلى أضعاف على نفس مصدر الطير يعني ستأخذ طاقة تأسخين أعلى مثلا بضعفين أو أكثر هذا إذا لحمت أطراف المكثفات بشكل جيد وإذا سمكت سلك الملف ونوع النحاس يكون جيد ونوع المكثفات يكون جيد أما سمك باقي الأسلاك سيكون على حسب قيمة تيار السحب في الفيديو أعطيتك أقرب تشبيه أنظر إلى الأسلاك بالمقارنة بالنسبة لصهر المعدن نفس التعليمات ولكن يجب أن يكون مصدر الفولت من 40 إلى 50 فولت ولا يمكن رفع الفولت أكثر من 50 فولت سوف تقوم بزيادة عدد المسفتات في البداية تضع 2 مصفت لكل طرف وبدل 10 مكثفات يجب أن تضع مثلا فشرون مكثف أو أقل بقليل يعني إجعل القيمة النهائية بحدود 8 مكر فرد وقم بتسميك سلك الملف أكثر واستعد تجهيزه للتبريد المائي نحافظ على وجود 470 أوم ولكن يجب أن تكون استطاعتها 5 واط وتضع 2 دايوت ربط توازي والزنر أيضا يجب أن يكون 5 واط ملاحظة بالنسبة لمقاومة 470 أوم لا يمكنك وضع مقاومتين ربط توازي لأن لو فعلت ذلك سيكون مجموعة مقاومتين 235 أوم يمكنك وضع مقاومتين كل مقاومة 3 واط 1 كيلو أوم ربط توازي سيكون مجموعة 500 أوم لا مشكلة يجب وضع قطعة الأمنيوم على ظهر المسفت لانتصاص حرارته ومروحها لتبريد الأمنيوم عندما تنتهي من تدبيل 2 مسفت واختباره انتقل إلى 3 مسفت لا ترفع الفلط أكثر من 50 فلط بجميع الأحوال وحافظ على نفس قيم العناصر ولكن ارفع استطاعتها فقط يعني 470 أوم تجعل استطاعتها تصل إلى 5 واط أو اتركها 5 واط وعند التحميل أو التشغيل المسها بأصابعك وراقبها إذا رأيتها بدأت تحترق زد استطاعتها أكثر من 5 واط نفس الشيء الزينار والديوت ضاعف عدد المكثفات اجعل القيمة النهائية 10 ميكرو فارات وترك الملف كما هو بالنسبة للمكثفات اللي كنت تريد قوة أكبر مثلا ضاع أكثر من 10 ميكرو فارات يعني اضع مثلا 20 مكثفة واكثر بقيمة 470 نانو فارات يجب تسميك أسلاك الدائرة بشكل جيد سيكون تيار السحب بحدود 50 أمبير أو أكثر وسيكون تيار الرنين بحدود 500 أمبير حافظ على تبريد ترانستور الموسفت وتبريد الملف بالماء بالنسبة لتبريد الترانستورات عبر الألمنيوم والمروحة أما بالنسبة لتبريد الملف يجب أن يكون عبر الماء انتبه من طريقة التبريد بالماء يجب أن لا يحدث الماء اتصال بين الأنابيب لأن ذلك يصنع تأثير على إشارتين البوابتين ولتفادي هذا يجعل التبريد على شكل شلال أي لا تجعل الماء متصلة مع بعضها لاستخدام هذه الدائرة في رفع الفولت أو خفظه فقط نضع ملف ثانوي وتنزيد عدد اللفات لرفع الفولت ولا داعي لتسميك سلك الملف الثانوي هذا عنده الرفع لا نحتاج ذلك وعنده الخفض نفعل العكس الخفض من 50 فولت إلى الرقم الذي تريده هذا هو الشرح الموجود حاليا فإن كان هناك استفسار أو سؤال اضعه في التعليق وإن شاء الله نجيب على جميع الأسئلة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة